رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقول إن موريتانيا تعيش أزمة سياسية وإن النظام الموريتاني رغم إعلانه عن الاستعداد للحوار مع المعارضة إلا أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع متهما النظام بعدم إبداء أي استعداد جدي للحوار لقد تميزت فترة ما بعد الدورة الماضية سياسيا باستمرار الأزمة رغم إعلان النظام المتكرر عن استعداده للحوار ورغبة المنتدى والمعارضة عموما بحوار حقيقي وجاد يخرج البلاد من تلك الأزمة وقال أول حنن خلال افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الوطني لحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم إن البلد يواجه تحديات اقتصادية تتمثل في سوء التسيير والفساد المستشري وإن السلطة تتباهى بالتحصيل الضريبي مثل تراجع أسعار المواد الأولية الحديد الذهب النحاس إلى آخره أهم صادرات البلد وفشل سياسة الصيد بالإضافة إلى سوء التسيير والفساد المستشري تحديات حقيقية كانت نتيجتها الطبيعية توقف العديد من المشاريع وارتفاع نسبة البطالة والعمل بشكل ممنهج على التحصيل على حساب المواطن من خلال مضاعفة الضرائب على كل مستويات وفي كل المجالات وهي تحديات وأزمات لا وجود لنقاشها والحديث عنها إلا لدى المعارضة الموريتانية سواء داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أو خارجه وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمينول الشيخ قد أكد في تصريحات متتالية له خلال الأسابيع الأخيرة أن أولى مراحل الحوار السياسي قد بدأت وسيتم الشروع في جلسات النقاش بشكل عملي في وقت لاحق